السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائنا الأعزاء طلبة طالبات الصف الثاني قسم تركيبات ومعدات كهربية أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المفضل في بيتنا مدرسة موضوع حلقتنا النهاردة إن شاء الله مراجع على مادة الرسم الفني الخاصة بتخصص الكهرباء الصف الثاني إحنا درسنا مجموعة من أجهزة القياس وفي الصف الأول درسنا مجموعة من أجهزة القياس وعرفنا إزاي الأجهزة القياس كلها بتتوصل توالي أو توازي أو طريقة التوصيل وطريقة التركيب بتاعتها في الدارة الكهربية وإزاي بنقدر ناخد القياسات الكهربية وده شفناها في حلقة سابقة في موارعة مادة القياسات الكهربية النهاردة إن شاء الله مرضوعنا مع المراجعة على مادة الرسم وهنتكلم النهاردة في موارعتنا إزاي أجهزة القياس اللي احنا كنا بنقول هي بتتوصل توالي وتوازي توالي أو توازي هنشوف النهاردة في رسمنا النهاردة هي بتتوصل إزاي في التوالي وإزاي في التوازي تركيبها الداخلي الملف الداخلي اللي إحنا كنا تكلمنا عنه في قياسات الكهربية قلنا إن فيها ملف داخلي هل الملف الداخلي ده وضعه إيه وضعه رأسي ولا وضعه أفقي ولا بيبقى فيه أكتر من ملف داخل الجهاز ولا هم ملفين ملف جهد وملف طيار وليهم تركيبة معينة بالداخل أو لف معين من الداخل ده اللي هنشوفه مع بعض في رسمنا أو بلما نبدأ شغلنا لازم نشوف مع بعض بعض الرموز والمصطلحات اللي هتخدمني بعد كده في الرسم التاعي يعني أنا عندي أنواع من الدوائر أو نوعين من رسم الدوائر الكهربية اللي هو الدائرة الخطية والدائرة التنفيذية إحنا محتاجين نبقى عارفين شكل العنصر أو الرمز الكهرابي في الدائرة الخطية شكله إيه وفي التمثيل التنفيذي أو لما نجي نرسم الدائرة التنفيذية هيبقى الشكل عامل إزاي تمام؟ قبل ما نبدأ شغلنا لازم نبقى عارفين المفاتيح لازم نبقى عارفين المحولات أشكالها إيه في الخطية والتنفيذية المفاتيح المآخذ اللمبات كل جميع الأحمال نبقى محتاجين عارفين أنه نشوف الكلام ده بيتوصل إزاي هنشوف مع بعض بعض الرموز ونبدأ الأول برموز ومصطلحات للرسم الكهرباء هنا بنتكلم مع بعض فيه الرموز وبيوريني بعض أنواع المفاتيح وبيقولي أنه عندي هنا مفتاح فصل الطيار اللي هو المفتاح العادي المفتاح العادي خالص اللي هو مفتاح اللمبة اللي موجود عندي في البيت ده بيبقى رمزه في الدائرة الخطية وده رمزه في الدائرة التنفيذية تمام؟ طيب وجوه المربع اللي هو المنقط أو الشرط دوت ده بيبقى اللي هو بنمثله علبة المفتاح أو العلبة الماجيك أو العلبة البلاستيك اللي بتتحط في الحيطة ويتثبت فيها المفتاح تمام؟ طيب ايه المفتاح التاني مفتاح توالي او مفتاح نجفة مفتاح النجفة ده بنقول عليه المفتاح القلاب هو بيبقى ده الشكل بتاعه وده الدائرة التنفيذية بتاعته ده الشكل في الخطية وده في التنفيذية وهنا شكله في العلبة اللي هتتحط في الحيطة اللي هي علبة المفتاح بيبقى عندي المفتاحين فيهم اتصال كهرابي من اسفل تمام مفتاح تبديل عندي ده مفتاح اللي هو القلاب او مفتاح طرف السلم ده بنستخدمه في دوائر السلم وده شكله في الدائرة التنفيذية مفتاح القلاب بالعلبة بتاعته تمام ده هنا مفتاح التصالب وده شكله في الدائرة الخطية وهنا عندي شكله في الدائرة التنفيذية نيجي بقى الحاجة مهمة برضو عندي المقبس المؤرض او البريزة البريزة عندي هنا ده شكلها في الدائرة الخطية وهنا ده الشكل بتاعها في الدائرة التنفيذية بس تقول لي يا مستر هي ليه تلاتة انا ما عنديش بريزة في البيت بتبقى ثلاث عيون او ثلاث فتحات البريزة بتبقى فتحتين او طرفين او فردتين اقولك ان دي بيقولي ان هي بريزة مؤردة بريزة مؤردة تمام طيب عندي تاني بعض الرموز للمحولات الرموز هنا المحولات والاجهزة بتاعتها وطريقة اللف هنا بيقولي ان خد بالك المحول في الدارة الخطية عبارة عن الشكل دوت وبيقولي كمان انه في هنا رمز النجمة ودلتا رمز المسلسي ده احنا خدناه في الالات في اول محاضرة او اول حلقة قلنا انه رمز المسلس او المسلسي ده رمز الدلتا وده رمز النجمة فقلنا بعد كده فيها انه طريقة اللف بتاعتها او طريقة الشرح بتاعتها انه طريقة النجمة بيتم قصر الاطراف او نهايات او بدايات الملفات في نقطة واستخراج منها طرف اللغة الحياد او التعادل اما الدلتا فده شرحناها وقلنا بداية بنهاية لكل ملف تمام طيب هنا عندي اشكال الاجهزة اللي احنا هنشوفها في الباب الاول او توصيل اجهزة القياس هنا بيقول لي ان ده جهاز فولتاميتر وده شفناه في موارعة القياسات هنا الشكل بتاعه الملف بتاع الجهد بيبقى ملف رأسي ملف الجهد بيبقى ملف ايه رأسي طيب الفولتاميتر دوت بيشتغل هو محدد ليش طير متردد ولا مستمر في الرسم مش هتفرق تمام هنا جهاز الاميتر الملف بتاعه بيبقى افقي الملف بتاعه بيبقى افقي وبرضو منه المتردد ومنه المستمر جهاز الواتميتر اللي هو رمز ال W بيبقى فيه ملفين وده هنشوفه في الرسم ونشوفه طريقة التوصيل بتاعتهم بيقول لي انه فيه ملف الرأسي ده ملف الجهد وعندي الملف الافقي ده بيبقى ملف الطيار طيب وإيه جهاز اللي موجود جنبه حرف الاف ده جهاز التردد او قياس التردد ده بيبقى شكله في الخطية وده شكله في التنفيذية عندي كمان جهاز قياس معامل القدرة ده بيبقى شبه جهاز الواتميتر بس ملفات الجهد منقسمة الى جزئين تمام؟ طيب بعد كده نبدأ ندخل على رسم الدوائر بتاعتي رسم الدوائر الدوائر القياس احنا عندنا علشان نوصل اجهزة القياس لازم يبقى عارف انه جهاز القياس ده ممكن يبقى متوصل في لوحة توزيع ممكن يبقى متوصل على محول على غرفة محول ممكن يبقى متوصل عندي في لوحة العددات بتاعت العمارة ممكن يعني بيبقى ليه استخدامات كتير ايه الجهاز اللي هوصله وهو توصيله ازاي ده اللي احنا محتاجين نبقى وصقين من نفسنا واحنا بنوصل عندنا نتجنب الاخطاء بتاعت القياس اللي احنا قلناها في مورعة القياس وقلنا انه يبقى عندي طالما الجهاز اميتر يبقى انا عارف انه بتوصل توازي جهاز فلتاميتر انا عارف انه بتوصل توازي تمام طيب هل الاجهزة دي محتاجة وسائل تانية او اجهزة تساعدها في شغلها تمام يبقى جهاز الاميتر محتاج له جهاز محول طيار جهاز الاميتر محتاج له محول طيار وجهاز الفلتاميتر يحتاج له محول جه طب ليه يا مستر قال لي انه انا بخفض عن طريق المحول دي اسمها محولات اجهزة القياس بخفض عن طريق المحول قيمة الجهد او الطيار بما يتناسب مع ملف الجهاز يبقى وظيفة المحول في الدائرة ان انا بخفض ان كانه محول طيار يبقى بخفض قيمة الطيار بما يتناسب مع الملف الداخلي للجهاز وان كانه محول جهد انا بخفض قيمة الجهد بما يتناسب مع الملف الداخلي للجهاز تعالوا نشوف مع بعض اول رسمة عندي بتقول لي السؤال بيجي كده في الامتحانة جماعة السؤال بيقول ارسم الدائرة الخطية والتنفيذية لتوصيل عدد 3 امتر لقياج شدة الطيار في دائرة طيار متغير سلاسي الأوجه باستخدام عدد 3 محول طيار نركز قوي في الكلمتين دول اللي هي باستخدام عدد 3 محول طيار طيب نشوف مع بعض كده هنبدأها ازاي الدائرة الخطية بيبقى شكلها عندي هو قال لي ان دائرة خطية لتوصيل عدد 3 امتر باستخدام 3 محولات يبقى قادي الدائرة الخطية واحنا قلنا من اسمها هي بتبقى خط من اسمها هي بتبقى عبارة عن خط سلكة واحدة ماشية تمام وبنحط عليها رمز زي التلات شرة الميلين دول دول بنحطهم معناها ان فيه 3 فرد ماشيين هنا تمام دي معناها ان فيه L1 L2 L3 او RST تمام اللي هما التلات شرة الميلين دول طيب ايه دا يا مستر لقينا ان دا في الرموز اللي احنا شفناها من شوية ان دا محول طيار طيب انا عرفت النين ان هو محول طيار ايه اللي عرفني ان هو محول طيار بص كده على الدائرة هتلاقي توالي مع الفزات تمام هتلاقي توالي فخلاص يبدا على طول دا محول طيار طيب جهاز الاميتر دا هو دا جهاز الاميتر اللي هو الدائرة بيبدا جواها حرف ايه وجنبها كتبنا عدد 3 اميتر طيب يا مستر هو الخط دا مكتوب عليه 6 تمام مكتوب عليه 6 ليه لان عدد الخطوط او الاسلاك اللي هتنزل للاجهزة الثلاثة 6 اسلاك طبعا فرد الدخل وفرد الخارج فرد الدخل وفرد الخارج لكل جهاز ف2 في 3 يديني 6 خطوط تمام تعالوا نشوفها مع بعض هنرتبها ازاي اول حاجة احنا بنمسك عناصر الدايرة بنفكها واحدة واحدة يعني التلات خطوط اللي فوق دول معناهم ان السلك دا هنفكوا لتلاتة يبقى اول خطوة رسمنا التلات فزات الرئيسيين تمام اسمهم RST او نقول اللي واحد اللي اتنين اللي تلاتة طيب بعد كده حطينا المحولات مش هو قال لي ان انا عندي تلات محولات طيار اهو دا شكل المحول ملف ابتدائي وملف سانوي خد بالك لازم الملف الابتدائي مش دا هيخفض مش المحول دا احنا قلنا ان وظيفته هيخفض الطيار الى قيمة تتناسب مع ملف الجهاز تمام يبقى محول خافض يبقى الملف الابتدائي هيبقى كبير والملف السانوي يبقى صغير وده موجود عندنا في الشبلونة اللي احنا بنشتغل بها الشبلونة بتاعت العندسة الكهربية تمام رسمنا منه تلاتة لانه هو قال لي باستخدام تلاتة محولات طيار وبعدين حطينا الاجهزة بتاعتي ادي التلات اميترات دول التلات اميترات هنا ها وبعدين سمتهم عادي الار اس اي تي يعني الاميتر اللي هيئيس على الفازة ار او الفازة الاولى والاميتر اللي هيئيس على الفازة التانية او الوجه التاني والاميتر اللي هيئيس على الوجه التالت تمام ايه بقى الخطوط اللي احنا عملناها دي جمعنا أطراف الملف الثانوي طرف من الملف الثانوي وليكن بدايته جمعناها في نقطة ووصلناها للأرض تمام طيب بعد كده هنعمل إيه هنيجي بقى نمسك خرج كل محول خرج الملف الثانوي لكل محول نعمل فيه إيه يا مستر تعال بقى بص كده نزلنا من خرج كل محول على غزينا كل جهاز تمام يبقى المحول الأول غزة الجهاز الأول محول التاني غزة الجهاز التاني طب الخرج يتعمل ازاي تعال خد كل اطراف الخرج اللي هو الاميتر الاول والتاني والتالت الفردة الخرجة دي هنوديها فين هنوديها للارضي تمام وبكده اقدر اقول لك ان الجهاز الاميتر اللي هو الات يقيس الطيار فين على الوجه الكام على الوجه التالت بص كده جاي ادي هنا خدت من الفازة خرقت وروحت للارضي واكتملت دايرته انا استعلمين على الوجه التالت تمام بالضبط كده الوجه التاني ادي الجهاز الاميتر التاني بنفس الطريقة بنفس الطريقة هو كده دايرته تقفلت مع الارضي فهيقسلي على الوجه التاني الجهاز التالت دايرته تقفلت مع الارضي هو كمان فبالتالي هيقسلي على الوجه الاول تمام طب تعال نشوف دايرة تانية بيقول لي ارسم الدايرة الخطية والتنفيذية لتوصيل عدد 3 فلتاميتر لقياس فرق الجهد في دائرة طيار متغير سلاسي الاوجه باستخدام محول جهد تمام طيب هنا علشان نشتغل او نعرف نوصل جهاز الفولتاميتر لازم نبقى فاهمين وفاكرين ان احنا قلنا في الرموز السابقة اللي قلناها ان جهاز الفولتاميتر الملف بتاعه رأسي وجهاز الملف بتاعه افقي تمام طيب علشان نوصل هو هنا قال لي انه باستخدام محول واحد تمام قال لي باستخدام محول واحد يبقى انا لازم اشغل دماغي على طول وافكر واقول ان انا عندي محول سلاسي الاوجه زي نقطة منتصف ده محول زي نقطة منتصف المحول ده بيبقى ليه 3 اطراف للدخل و3 اطراف للخرج اقدر احط عليهم جهاز الفولتاميتر وانا متطمن بحيث ان كل جهاز يقفل دايرته مع الارضي كل جهاز يقفل دايرته مع الارضي او يقفل دايرته على الوجه اللي هيقيس عليه طب هو الفولتاميتر بيتركب توازي ولا توالي برافو عليك احنا خدناها ورجعناها في مادة القياسات وقلنا ان الفولتاميتر بيتوصل توازي تمام فهنشوف المحول بتاعه هيتحط توالي ولا توازي برضو هيتحط توازي تعالوا نشوف مع بعض كده هنوصلها ازاي هنا اول حاجة طبعا بنحط الثلاث فزات بتوعي اللي هما الار اس تي تمام او اتفقنا خلاص انت حابب تقول اللي واحد اللي اتنين اللي تلاتة ما فيش مشكلة خالص طيب بعد كده بنزل بالتلات فزات بتوعي كاني نازل بالار اس تي عادي وبحط تاني ايه تلات مصهرات تلات مصهرات دول وظيفتهم ايه حماية او وسيلة وقاية للدائرة الكهربية تمام وسيلة وقاية للدائرة الكهربية طيب هنشوف احنا حطيني المصهرات دي لحماية مين مين اللي بعد المصهرات حطينا المفتاح اللي بمجرد ما هضغط عليه يقوم الطيار يعدي يعدي المين للمحول او الجهد يعدي للمحول تمام يبقى الدائرة بتاعتي هنا اكتملت دائرة المفتاح وصلتها المين للمحول الملف اللي ابتدائي للمحول زو نقطة منتصف تمام طيب بعد كده بنزل بالتلات اجهزة بتوعي حطيت التلات اجهزة ايه دي تلات اجهزة فولتاميتر واتفقنا ان الفولتاميتر الملف بتاعه ماله رأسي تمام عكس الاميتر الملف بتاعه افقي طيب يتوصلوا ازاي بص كده احنا هنا وصلنا التلات فازات على الملفين على المحولين اللي موجودين تمام طيب يعني ايه كده يعني الجهاز الفولتاميتر ده هيقيس منين هيقيس الجهد على الفازة اللي هي بين هيقيس الجهد بين الوجه اللي هو مين خد بالك كل جهاز هياخد وجهين مختلفين مش هيكرروا كل جهاز هياخد وجهين مختلفين مش هيتكرروا بمعنى ان الجهاز دوت وليكن ده الجهاز الاول هيقيس على الوجه ما بين الوجه التي ومين تاني يبص الفردة الفاضية دي مع الاس تمام كده يبقى ده هيقيس للجهد بين الوجه اس تي تمام طيب والجهاز التاني ده هيقيس ما بين خد بالك هو جايب الفازة ايه الار وهنا داخل على الفازة الفاضية دي اللي هي هتوديني للاس يبقى ده هيقيس بين ار واس امالي الجهاز ده يقيس ايه لو بصنا على الجهاز ده هنلاقيه هنا حطينا طبعا المسهرات والارض بتاعنا لوقاية الاجهزة هنا بقى بيقول لي ان انا خدت من هنا من الفازة التي وودت على فين على الفازة الاس لو بصينا على كل جهاز من دول هنلاقي ان كل جهاز واخد فازتين مختلفتين يعني واحد شغال على اس وار واحد شغال على اس وتي واحد شغال على ار وتي تمام كده طيب بعد كده عندي هو انا اقدر يعني الدايرة اللي احنا شفناها دي كانت بتشتغل تلت فولتاميترات او تلت اجهزة قياس فرق الجهد هيتوصلوا في دايرة التلت اجهزة مع بعض طب هو انا ينفع اجيب جهاز واحد يقس لي على التلت فازت بحيث ان انا اوفر في حجم اللوحة اللي انا هعملها اوفر في عدد الاجهزة اعمل حجم اقتصادي شوية يعني عملية توفير في الجهاز وتوفير في القراءات ينفع هو جهاز واحد اللي يشتغل على انه هو يقيس الجهد بين الوجه الاول والتاني والتاني والتالت والاول والتالت اه ينفع طب باستخدام ايه لقينا ان احنا عندنا حاجة في القسم اسناها مفتاح اللاب تمام المفتاح دوت بيقلب ما بين هو عبارة عن مفتاح فيه بكرة البكرة دي بتقلب ما بين الوجه يعني على وضع معين تبجايب الار والتي الوضع التاني تجيب ار واس الوضع التالت تجيب الاس والتي ده اسمه مفتاح اللاب تمام تعالوا نشوفها نوصله ازاي هو كمان الدايرة دي هتتكون من جهاز فولتاميتر واحد مع مفتاح القلاب تمام جهاز الفولتاميتر كان بتوصل ازاي توازي المحول بتاعه بتوصل ازاي توازي في الدارة الكهربائية تعالوا نشوفها نوصلها ازاي هو هنا بيقول لي توصيل جهاز فولتاميتر واحد لقياس فرق الجهد بين الاوجه السلاسة بين الاوجه السلاسة باستخدام مفتاح القلاب تمام طيب تعالوا نشوف كده هنعملها ازاي ادي التلات فازات بتاعي اللي هم عندي RST او اتفقنا انت برضو حابب تكتب L1 L2 L3 انا بأكد على دي دايما علشان نبقى عارفين ان فيه الرموز دي تمشي والرموز دي تمشي وغير الوجه الواحد طيب بعد كده هنحط نكتب له ان ده هو ده الجهد العالي اللي هو الجهد العالي طيب بعد كده حطينا المصرب بتاعتنا ونزلنا على المفتاح اللي هو السلاسي تمام وخدنا الخط بتاعي ده اللي هينزل للدائرة كلها او دول التلات فازات اللي نزلين للدائرة سواء بقى دائرة محولات مولدات اي دائرة احنا شغلنا عليها تمام وببدأ احط هنا جهاز محول زو نقطة منتصف تمام واطلع منه بالتلات فازات بتوعي طب يا مستر ما احنا تعودنا ان احنا بنحط وسائل حماية للمحول كمان برافو عليكم هنحط التلات مصيرات في الاول قبل المحول وبعد المحول حطينا مصيرين ووصلنا فردة المنتصف للارضي تمام طيب المفتاح الالفين هنا حطينا جهاز الفولتاميتر واتفقنا ان جهاز الفولتاميتر هو ملفه برافو عليكم ايه رأسي تمام طيب هيتوصل ازاي احنا عندنا تلات فازات تمام ادي المفتاح بالست نقط بتوعي ركز معايا في المفتاح ده كده هتلاقي ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ست نقط تمام وانا عندي كم وجه عندي تلاتة يبقى كل نقطتين هيمسكوا وجهين كل نقطتين في المفتاح هيمسكوا ايه وجهين لو بصينا كده على الوضع اللي عليه الرشة الريشة اللي في المنتصف دي اللي هي البكرة احنا بنمثلها بالبكرة بتاعت المفتاح هنلاقيها جايبة الفازة اللي هنا دي اللي هي مين بص كده امشي معاها هتلاقينا جايبين التي تمام طيب والفازة دي او النقطة دي جايبة مين الاس تمام كده اهو خلاص طيب الناحية التانية لو تعكس الفز النقطتين دول جايبين من على الفز مين ار او الوجه اللي هو اسمه ار تمام الجهاز الفلتاميتر ما بنسيبوش كده ده احنا قادي النقطتين التوصيل اللي ده خليد لمين للجهاز بكده انا اقدر من خلال مفتاح القلاب اقلب بين الاوجه وكل مرة جهاز الفلتاميتر هيديني قراءة لوجه معين وطبعا هو لازم القراءة تبقى منتظمة ووحدة لانه لازم ايه الشبكة تبقى منتظمة ده المفروض يعني تمام طيب بعد كده احنا بنتكلم عن توصيل الواتميتر تارات الواتميتر بقى الواتميتر ده هو بيقيس ايه اللي بيقيس القدرة احنا عايزين نفهم التركيب الداخلي للجهاز الاول علشان ابقى داخل اوصل وانا مش خايف من حاجة وانا متمكن من التوصيل بتاعي هتعمل ايه جهاز الواتميتر بيقيس القدرة تمام يعني يا مستر هيبقى فيه ملف للطيار وملف للجهد برافو عليكم هيبقى فيه ملف رأسي للطيار وملف افقي للجهد آسف ملف رأسي للجهد وملف ايه افقي للطيار تمام يعني هيجمع ما بين الجهازين اللي احنا وصلناهم احنا دلوقتي بنحاول نطور في موضوع الجهاز واخدنا الاميتر والفولتاميتر ودخلنا على الواتميتر تعال نشوف كده مع بعض شكل الواتميتر هيبقى عامل ازاي بالملفين الداخليين اللي هيبقوا جوه نبص مع بعض هنا بيقول لي توصيل عدد اتنين جهاز واتميتر لقياس القدرة في دائرة طيار متردد سلاسل او تمام السؤال بييجي ازاي بيقول لي ارسم دائرة تتكون من اتنين جهاز واتميتر يستخدم في قياس القدرة في دائرة طيار متردد سلاسل او تمام تعال نبص مع بعض كده اه دي الثلاث فزات بتوعي تمام؟ احنا اتفقنا ان احنا ايه شغالين سلاس الأوجو طيب الثلاث فزات RST تعال هنا احطينا ايه تاني؟ اه دي جهازين الوات ميتر طيب جهازين الوات ميتر نبص مع بعض كده هنلاقي اه دي ملف رأسي ومللف أفقي تمام؟ ملف رأسي ومللف أفقي يعني واحد هيئيس جهد واحد هيئيس طيار وقلنا ان القدرة حاصل ضرب الجهد في الطيار فبالتالي اللي اتنين داخليا كده يبدأ يديني ايه القراءة اللي انا عاوز طيب هو عندي جهاز الاميتر او جهاز الواتميتر فيه ملف طيار يبقى هيحتاج ايه محول طيار طيب وفيه ملف جهد يبقى هيحتاج ايه محول جهد تعال نوصل احنا قلنا بنوصل ازاي بناخد فردة ادي كده دخلنا للجهاز هناخد ملفات الطيار الاول فانزلنا من محول الطيار ادينا ملف الطيار جوه الجهاز تمام وهنا الجهاز التاني عملنا ايه خدنا من محول محول الطيار بتاعه ودخلنا للجهاز طيب بعد كده خدنا فردتين الخرج للملف الثانوي للمحول محول الطيار وعملنا فيهم ايه برافو عليك سامي واحد بيقول ايه اديناهم للارضي تمام وصلنا لهم ارضي تمام كده طب والباقي انا لسه ما خلصتش ملف الطيار في فردة تانية وملف الطيار هنا في فردة تانية علشان نقفل انه ملف الطيار يقيس على الوجه ده تعال بص كده عملنا ايه برافو عليك عملنا انه قفلنا دايرة ملف الطيار ده هنا وبالتالي الدايرة التانية نفس الكلام يتبقى عندي مين ملف الجهد يتبقى عندي ملف الجهد ملف الجهد ده يتوصل ازاي نرجع بقى المين لمحول الجهد محول الجهد يتوصل الاول ادي التلات فازات بتوعه واتفقنا بنحط ثلاث مصهرات للوقاية وبعدين بنخرج منه صح كده وبنحط مصهرين على الاطراف والارضي في النص ونبدأ نوصل بقى هيتوصل ازاي بص كده ادي خدت الفازة الاولى اللي هي الار اديتها لأدي جهاز عندي تمام والفازة التانية خدت تي اديتها لجهاز تاني اهوة طيب ما انا لسه عندي الاس ما توصلش هروح هاخده بقى مش هو اللي فيه الارضي تمام هاخد الاس ده يروح على الجهازين او على الجهازين فيه ملف الجهد من الفردة التانية تمام بكده نكون قدرنا نوصل نوصل جميع اجهزة القياس اللي موجودة عندي اميتر فولتاميتر واتميتر طيب بييجي سؤال في الامتحان بقى يختبر قدرتك على مدى فهمك لتوصيل الاجهزة ويشوفك انت هتقدر هل عندك الكفاءة انك تقدر توصل لوحة توزيع كاملة لوحة توزيع كاملة فيها جميع اجهزة القياس اميتر فولتاميتر واتميتر وفولتاميتر يشتغل بمفتاح اللاب وجهاز قياس معامل القدرة وجهاز قياس تردد وجهاز واتميتر سلاسي الاوجو هل عندك الكفاءة دي تعال نشوفها كل ده احنا تعلمناه في الرسومات اللي فاتت نطبقه بقى في لوحة توزيع كاملة فيها جميع اجهزة القياس نشوف مع بعض كده بيقول لي لوحة أو توصيل جميع أجهزة القياس في لوحة توزيع رئيسية ده هيتعمل إزاي؟ ده هيتعمل إنه لازم أبقى عارف أنواع الأجهزة اللي عندي وطريقة توصيلها وأوضاع ملفاتها الداخلية من جوة رأسية ولا أفقية ولا منقسم الجزئين ولا فيه طرف مقصور على نفسه لازم أبقى عارف الكلام ده كله لازم أبقى عارف إنه فيه مفتاح اللاب هيستخدم مع جهاز الفولتاميتر علشان يقسلي على الثلاث فازات ويديني قراءة الجهد على الثلاث فازات بدل ما أحط ثلاث فولتاميترات لازم أبقى عارف إنه فيه محولات جهد وطيار هتستخدم مع كل الأجهزة وده اللي هنشوفه مع بعض تعال نبص كده مع بعض نشوف هنعمل إيه وقادي الثلاث فازات بتوعي اللي في الأول حطتهم اللي هما الـ RST طيب بعد كده برص الأجهزة بتاعتي أدي الأجهزة بتاعتي بحاول بشكل بقدر الإمكان كده أخلي الأجهزة منظمة منصقة الرسمة دي موجودة في الكتاب وموجود اختبار عليها فنحاول نرص الأجهزة بشكل منتظم بحس إن الخطوط بتاعتي ما تبقاش متدخلة بشكل كبير يعني طيب نبص مع بعض كده أدي كل الأجهزة اللي عندي 3 أميتر 1 فولتاميتر 3 أميتر جهاز تردد جهاز واتميتر ثلاثي الأوجو جهاز معامل القدرة طيب تعال نبص كده إحنا محتاجين إيه هيو مش أنا عندي أجهزة أميتر يبقى محتاج محول طيار وعندي هنا ملف طياره محتاج لهم محول طيار وعندي هنا برضو ملفات طيار يبقى برضو محتاج محولات طيار يبقى لازم أحط محول الطيار أهو أنا حطيت محولات الطيار وطالما عندي محولات للجهد فولتاميتر ومحولات للجهد داخل الواتميترات يبقى حطيت مين عندي محول الجهد خد بالك دايما محول الجهد بيتحط على الجنب كده عشان بيتوصل توازي تمام؟ تعالوا إيه نبدأ التوصيل بتاعنا أول ما هنبدأ في التوصيل بتاعنا هنعمل إيه؟ هناخد الفردتين اللي احنا كنا بنقول عليهم طرف الدخل لملف الثانوي في محول الطيار نقصرهم مع بعض ونديهم إيه؟ أرضي تمام؟ نوصلهم بالأرضي تمام؟ طيب بعد كده هاخد أطراف النهاية لملف السانوي في محول الطيار وغز مين؟ أدي الأميطر الأول وبالتالي الأميطر الثاني والأميطر الثالث اديته الطيار بتاعه تمام؟ بعد كده خد بالك أنا ماسك ملفات الطيار في الأول خد بالك أنا ماسك ملفات الطيار في الأول ودي الطريقة المسلأ إنك تعرف تخلص الدائرة دي علشان خطوتها كبيرة كتير فدي الطريقة المسلة انك تعرف تخلص فيها شغل خدت ملفات الطيار وصلتها بعد كده اخرج من ملف الطيار بص كده دخلت على ايه ملف الطيار في الوات ميتر طب الجهاز اللي بعده اهو دخلت على ملف الطيار في الجهاز التاني خرجت بملف الطيار هنا دخلت على الوات ميتر في ملف الطيار طيب لسه عندي جهازين اهو جهاز وات ميتر سلاسي الاوجو وجهاز معامل القدرة هدتهم برضو ملفات الطيار بص كده مش ده ملف طيار خدت له منه وصلته تمام وعندي هنا تاني ادي ملف الطيار اهو تمام وعندي تاني ادي ملف الطيار هنا للملف المنقسم جزئين وعندي كمان مش ده ملف طيار خدته افلته مع الملف بتاع جهاز الواتميتر سلاسي الارجو تمام كده ملفات الطيار كلها اتوصلت ابدأ اكلم في مين في ملفات الجهد ملفات الجهد تعالى انت عندك مين هتستخدم له المحول محول مين الجهد محول الجهد بيتوصل للتلات فازات وحط له منساش دايما التلات مصهرات تمام وطلعت منه بالتلات فازات بتوعه وبرضه منساش احط له مين مصهرات هنا بقى المصهرات دي فردتها ايه حماية الاجهزة نفسها بقى هنا كان المصهرات دي حماية المحول والمصهرات دي حماية الاجهزة نفسها طيب بعد كده هنعمل ايه ناخد محولات الجهد بص كده معها خدنا ادي الفردة اللي هي الاس او الوجه التاني خدناه ادناه لمين لملف الجهد هنا في جهاز منهم والملف التاني او الفردة اللي هي الوجه التي خدناه هنا ودناه لجهاز تاني تمام طيب فاضل عندي جهاز الجهاز ده نعمل له ايه هنا خدنا بقى الطرفين عشان نقفل دائرتهم نقفل دائرة الجهازين دول خدنا ايه طرفين جمعناهم في نقطة وروحنا ودناهم للوجه الاول تمام يبقى الجهازين دول حيقصو لي ما بين الوجه إيه الجهاز ده يقص لي ما بين الوجه تي ماشي تي و آر والجهاز ده يقص لي فين ما بين الار والاس الله أمال الجهاز ده يقصي إزاي بقى نقينا أنه الجهاز ده عشان نوصله نخد له في سكته بقى الجهاز دوت اللي هو إيه جهاز صغير كده محتاج له فجدتين تمام بين واجهين وخلاص هناخد مع بعض كده اه دي خدنا ملف الجهد من فوق وادناله الوجه مين اللي هو الار تعال بقى نشوف الفردة دي هتنزل فين اهو بص كده نزلت وخدت مين جهاز قياس التردد في سكته علشان هو كده كده محتاج فردة وفردة فردة على وجه وفردة التانية على وجه تاني مختلف فين الفردة التانية اللي هتجيب له اهي الفردة دي بقى تجمع تخلص لي تخلص لي مين الجهاز الواطميتر دوت مع الوجه ده يعني الجهاز ده يقيس فين يا مستر هيقيس لي ما بين الاس والار تمام هيقيس ما بين الاس والار وجهاز التردد ده هيقيس التردد فين ما بين الار وما بين مين الاس برضه تمام كده طيب بكده نكون فضلنا الجهازين اللي تحت اللي هو جهاز الواطميتر سلاسي الاوجو وجهاز معامل القدر تعالوا نشوف هيتوصل ازاي انا اللي بقيلي فيهم اصلا هي محولات الجهد برضو اللي بقيلي فيهم محولات الجهد تعالوا نشوف كده هيتوصل ازاي هنا عندي خط النقطة دي اللي هي ما بين منتصف محول الجهد ودتها لفازة خد بالك الجهاز ده هيقيس على الثلاث فازات او هيقيس على الثلاث اوجه تمام الفازة التانية او الوجه التاني خدنا بداية الملف من هنا ودنا له وجه تاني اللي هو الاس وخدنا الملف التاني ده وصلناه لفين برافو عليكم وصلناه هنا كده بحيث انه هو يقسلي على الأوجه التلاتة بالكامل تمام طيب جهاز المعامل القدرة الملفين دول مجموعين مع بعض في نقطة خدت فردة منهم ودتها لمين للار طب الفردتين دول هيتوصلوا فين واحد هينزل على الاس وواحد ينزل على التي علشان يجيب لي على التلات أوجه بالشكل ده تمام بكده نكون خلصنا الأجهزة اللي هنا طيب يا مستر الفلتاميتر هيقيسي ازاي على التلات أوجه نرجع نفتكر تاني نفتكر مين المفتاح الألاب هو اللي كان بيخليني أقدر أوصل جهاز الفلتاميتر ما بين التلات أوجه بحيث انه هو يقسلي على التلات أوجه قادي جهاز قادي مفتاح الألاب بالريشة بتاعته أو المفتاح بكرة الاختيار بتاعته وقادي وصلنا جهاز الفلتاميتر بكده يكون وصلنا لوحة التوزيع كاملة ونقدر من خلالها تبدأ الأجهزة تشتغل معايه السؤال ده بيجي ازاي في الامتحان السؤال ده بيجي يقول لك أمامك شكلة أو أمامك مجموعة من أجهزة القياس ومحولات الجهد والطيار والمطلوب منك تجميع لوحة توزيع لأجهزة القياس أو لوحة لتوصيل أجهزة القياس وكتابة أسماء العناصر أو كتابة الأجهزة أو أسماء الأجهزة تمام ده كده السؤال بيجي بالشكل ده وبالشكل ده في الامتحان اللي هو الرسمة اللي موجودة قدامنا دي كده بيجي يقول لي جايبها لي متفرادة كده ويقول لي كمل التوصيل وأظن هي كده ايه يعني بتبقى منصقة وانت تقدر من خلالها مطلوب منك تنقلها في اللوحة بتاعتك وتكمل التوصيلات وتكتب له اسماء ايه الاجهزة بكده نكون قدرنا نخلص الجزء بتاع اللي هو الخاص بلوحات اجهزة القياس او توصيل اجهزة القياس بيتبقى معنا جزء تاني اللي هو توصيل بقى دوائر الانارة ودوائر التحكم في الانارة تمام دوائر التحكم في الانارة لازم برضو نبقى مفتكرين في الرموز اللي احنا شفناها في اول حلقتنا رمز المفتاح في الدارة الخطية المفتاح العادي شكله ازاي في الدارة الخطية شكله ازاي في الدارة التنفيذية مفتاح القلاب مفتاح الوسط سلم النجفة كل تصالب مفتاح الضغط شكله عامل ازاي البريزة او المأخذ شكلها عامل ازاي في الدارة الخطية والدارة التنفيذية ونقدر نفهم يعني ايه علبة بلاستيك او العلبة اللي هي علبة الماجيك اللي بتبقى محطوطة في الحيطة دي رمزها ايه على الرسم وهو المربع الشرط اللي احنا شفناه وده بيبقى اتنين في اتنين او واحد ونص في واحد ونص المهم ان هي بتبقى ده مربع شرط مربع شكله مربع وتعال نشوف مع بعض كده اول سؤال عندنا بيقول ايه اول سؤال بييجي او يعني الدايرة اللي عندنا بتقول رسم الدايرة الخطية والتنفيذية للتحكم في تشغيل مصباح من مكان واحد بمفتاح عادي لازم نركز واحنا بنقرأ السؤال هو بيقول لي ان الدايرة دي مفتاح هيتحكم في لمبة من مكان واحد او عايزين نتحكم في لمبة من مكان واحد بمفتاح عادي يبقى على طول اول ما هفكر هعمل ايه احط الدوائر اللي هي في الدارة الخطية عبارة عن البواطات الدارة دي في الدارة الخطية اسمها ايه دارة البواط او علبة التجمية بعد كده بدخل بحط مين المفتاح وده شكل المفتاح العادي في الدارة الخطية طيب اللمبة فين حطيت اللمبة هنا تحت البواط دوت لان المفتاح ده هجمع منه من البواط هجمع للمفتاح طيب بعد كده بحط مين طرف الداخل بتاعي وخلاص ببدأ اوصلها كدائرة خطية تمام كده ومنساش دايما اوعى تنسى العلامات اللي احنا بنحطها اللي هي الشرطة او اتنين او تلاتة اللي هي تدل على هل هي شرطتين تبقى وجه واحد او مفيش ارضي يعني سلكتين كهرباء وتعادل او ارضي وهل في تقريض للعلب ولا لا تعال نشوف التنفيذية هتعمل ازاي اول حاجة انا ببص على ايه عندي ادي عندي بواط و ادي التاني و ادي مفتاح كل دول عبارة عن علب بلاستيك بتبقى مسبتة في الحوائق يبقى نزلت اول حاجة عندي بالعلب البلاستيك ادي عندي بواط و ادي بواط و ادي علبة للمفتاح خد بالك العلبة المفتاح تحت البواط على طول تمام وده شغل التمديدات الكهربية السليم ان المفتاح يبقى تحت علبة التجميع تمام كده طيب بعمل ايه تانيه باخد كل فردة من دول مش ديه كده عليها شرطتين يعني ماشي خطين الل و ان تمام اللمبة ديت انا حطتها تحت البواط لان هي موجودة تحت البواط دوت او علبة التجميع بتاعت اللمبة اللي بتبقى في السقف تمام طيب بعمل ايه تاني بدخل على طول مش ده المفتاح المفتاح العادي اللي هو في الدارة الخطية كان شكله في الدارة التنفيذية بالنقطتين وريشة متحرك تمام طيب بعد كده بعمل ايه ادي الفردتين الداخل عندي اللي هما ال ال وال ان تمام وبنزل على غزية المفتاح خد بالك دايما ال ال هي اللي تبقى دخلة للمفتاح وهنقول ليه هنقول ليه نخلص رسمتنا وهنقول ليه هنا ال ال دخل على المفتاح فردة الكهرباء دخلت على المفتاح وخرجت منه تمام خرجت منه رحت فين رايح لللمبة تمام كده اهو كده انا رايح لللمبة وما تنساش دايما حط المصهر على فردة مين حط المصهر على فردة ال ال وال ان دايما هنحط المصهر فين على فردة ال ال مش ال ان فردة ال ال ليه علشان هي الفردة اللي هتبقى شايلة الطيار الكهرابي وهي الفردة اللي هتتصل بالنقطة المتحركة في المفتاح بحيث ان لما جعمل اي تعديل في اللمبة هنا غيرت اللمبة غيرت الدواية عملت اي تعديل زودت لمبة تانية شلت اللمبة وحطيت لمبة تانية بدل لمبة عادية حطيت لمبة فروسينت بأي شكل المهم ما يحصل ليش كهرباء ان انا يحصل لي صعق كهرابي وانا بغير في اللمبة ليه لان انا فصلت الفردة اللي فيها الطيار تمام وقع تنسى دايما تحط ال L وال N اللي هما بيقول لي ان دي فرد الطيار والارض طيب بعد كده عندي رسم الدارة الخطية والتنفيذية لدائرة توصيل لمبة فروسينت قبل ما نتكلم عن لمبة فروسينت في طريق توصيلها احنا لازم نبقى فاهمين ان انا عندي لمبة فروسينت بتتكون مش هي اللمبة بس يعني تكوينها مش هي لمبة الازاز بس لا ده انا بيبقى عندي اللمبة وعندي ملف خانق اللي هو احنا بنوه عليه الترانس وعندي الستارتر او بادي الاضاءة البادي بتاعها اللي بيركم تمام دول تلات حاجات محتاج ان انا اوصلهم كويس بحيث انه ابقى عارف الطيار داخل منين وخارج رايح فين تمام دول لازم يتوصلوا الاول اللي بيتجمعوا لوحدهم وبعدين اشوف انا هوصلها مع المفتاح ازاي تمام تعالوا نشوف مع بعض كده احنا هنعملها ازاي هنا بيقول لي انه ادي الدارة الخطية اللي انا عايزك توصلها وبقول لي رسم الدارة الخطية والتنفيذية لدائرة توصيل لمبة فروسينت طبعا في الامتحان يا اما يدي لك الخطية يا اما يقول لك ارسم لي الاتنين وانا دايما احب اعودك على حاجة انك خد الجملة خد الجملة واشتغل دي تخليك تتمكن اكتر وتبقى يعني عارف تشتغل افضل من انك تشوف الخطية بس تفكها او تحلها لا ده امر سهل لكن الصعوبة ان انا اقول لك جملة كلمية وانت خد واشتغل او خد ونفذ تمام طيب هنا رسمنا الدارة الخطية وتعالى نشوف بقى الدارة الخطية مكوناتها ايه مفتاح عادي وقادي عندي بواط وهنا ده رمز اللمبة الفروسينت ده الرمز اللي هنا ده كده رمز اللمبة الفروسينت تعالى نشوف مع بعض هنوصلها ازاي اول حاجة بننزل بها قولنا البواط ومين والمفتاح تمام البواط والمفتاح بعد كده تعالى نشوف اه دي مكونات اللمبة الفروسينت دي كده مكونات اللمبة الفروسينت اللي هي عندي اللمبة ده كده رمز اللمبة الازاز وهنا ملف خانق وده الستارتر او البادئ اللي احنا بنوع عليه ستارتر تمام طيب بتتوصل ازاي خد بالك ان اللمبة اي لمبة في الروسينت يبقى فيها مصمرين من الناحيتين صح دول ملفين من جوه دول ملفين من جوه فهو ده الرمز بتاعهم احنا رمزنا لهم بالرمز ده كده بحيث انه يبقى ده المصمرين اللي هيركبوا في الدواية او الاعداء بتاعة اللمبة في الصاجة تمام طيب يتوصل ازاي اول حاجة احنا حطينا المفتاح بعد ما حطينا المفتاح هنا وجبنا الفردتين بتاعنا ال ال وال ان هنروح نودي الطيار على طول لمين لللمبة خد بالك انا هنا عندي دخلت للمفتاح خرقت منه رايح لللمبة صح كده رحت لللمبة هنا دخلت لنقطة في اللمبة وخرجت منها تاني رحت على مين على البادئ اللي استيطر طيب وبعد كده خرقت منه ورحت لللمبة تاني ودخلت المين للملف الخاني تمام ملف الخاني ده اللي هيتحكم لي في طيار اللي ايه الطيار بتاع الدايرة نفسها تمام كده طيب وبعد كده وصلت الدايرة بتاعتي قفلتها مع فردة ال ان تمام طيب وما تنساش قلنا انه وان دول الرموز بتاعة الدايرة بتاعتي طيب هنا عندي بيقول لي انا عاوزك تعمل انه لمبة او دايرة تتحكم فيها بمفتاح لمبة واحدة تتحكم فيها بمفتاح واحد وعاوز بريزة كمان بس البريزة دي مش عايزيني المفتاح يكون متحكم فيها خد بالك من الجملة بقول لك رسم الدائرة الخطية والتنفيذية لدائرة مفتاح يتحكم في انارة مصباح وبريزة او مصباحين وبريزة تمام ودائرة بريزة بها خط حماية خد بالك انك لو حطيت المفتاح في سكة البريزة بقت البريزة مش هتشتغل او يوصل لها طيار او اعرف استخدمها الا لما اشغل اللمبات الاول طب انا مش محتاج اشغل اللمبات بس انا محتاج البريزة هوصل عليها شاحن تلفزيون اي اي حاجة هستهلك عليها تمام يبقى لازم اخد بالي ان فردة البريزة يكون جاي لها الطيار بتاعها قبل المفتاح وده اللي هنشوف في توصيلنا طيب نبص مع بعض كده هنلاقي ادي الدراء الخطية بتاعتي ودائما بناخد بالنا انه الخط ده مكتوب عليه تلاتة كاني حاطت綫 تلات شرط بالزبط كاني حاطت التلات شرط اللي احنا قلنا عليهم اللي هما بيقولولي انه خد بالك في هنا تلات سلوك تمام او تلات فرد وهنا نفس الكلام بس خد بالك هما التلات سلوك دول احنا عرفين اين لو وإن دول الداخل والخارج الدراء كلها او الكهرباء والارض بتعود دائرة طيب امال ايه التالت قال لي انه دائرة بريزة بها خط حماية ارضية دائرة بريزة بها خط حماية ارضية تمام يبقى الخط التالت اللي ماشي ده احنا رايح فين رايح للحماية بتاعة البريزة او التقريد بتاعة البريزة طيب تعالوا نشوف الدايرة التنفيذية قلنا اول حاجة بننزل بها ايه برافو عليكم خلاص تعودنا بننزل بالبواط الاول تمام بننزل بالبواط وعلى بالمفاتيح تمام كده ادي بواط والتاني والتالت وعندي مفتاح وعندي هنا ادي البريزة هيتحط هنا البريزة اللي موجودة عندي تمام طيب تتوصل ازاي تاني هات المفاتيح وهات الفرد اللي عندك يبقى اول حاجة عندي ادي ال ال وال ان دخلناهم في الاسلاك او علشان نبدأ نمرر الاسلاك بتاعتنا في المفاتيح والعناصر المكونة للدائرة هنا المفتاح حطيته وبعد كده عملت ايه اللمبات موجودة هنا اهيت ودي اطرافها اطراف الداخل والخارج اللي هو المصمرين اللي بيبقوا في كل دواية تمام طيب بعد كده حطيت البريزة هنا وده شكلها زي ما شفنا في الرموز اللي شفناها في الاول دي بريزة قلنا مؤردة او بيها طرف تقريض تمام وعندي هنا تاني جينا على المفتاح ادينا له فردة ال ال وقلنا ليل ايه اللي هو اللي بياخدها المفتاح علشان بيبقى تحميني ان هي فصلة الطيار لما افصلها وعايز اعمل اي تعديل في البريزة في اللمبات اي تعديلها غير لمبة غير البريزة بمجرد ما فصلت المفتاح فبالتالي انا العملية متأمنة معايا كويس الطيار مفصول هنا تاني بعمل ايه بخرج من المفتاح بروح على اللمبات تمام طيب ومن اللمبات خرجت قفلت مين ناحية البريزة لسه لا لسه ما جيتش ناحية البريزة تعالى بقى هنا عملنا تقريد للمفتاح وبعد كده بنزل بكمل الارض للبريزة وباخد من هنا خد بالك الطرف اللي عملنا المستطيل اللي هنا ده بعمل تقريد للامبات برضو طيب خد بالك بقى البريزة جلها الطيار بتاعها منين بص الطيار جلها منين يا جماعة قبل المفتاح لو انا خدت من هنا او من هنا او من اي نقطة بعد المفتاح يبقى البريزة دي مش هتشتغل إلا لما شغل اللمبات لكن أنا خدت الطيار من قبل من قبل مين؟ برافو عليكم قبل المفتاح علشان المفتاح ما يتحكمش في البريزة طيب بعد كده وصلنا الطرف الكهرباء للبريزة وكده البريزة وصل لها طيار من غير المفتاح يعني مش في سكة المفتاح ما تنساش انه طرف التقريب وما تنساش كمان النقاط السوداء دي اللي هي احنا بنقولها عليها نقاط لحم السلك احنا هنا في لحمات سلك في لحم شريط لحم هنا لفينه على السلك تمام؟ طيب دول كده اسمهم الدايرة الخطية والدايرة التنفيذية طيب تعال بقى مع بعض نشوف حاجة جديدة للدايرة دي بيقول لي دايرة سير الطيار دايرة سير الطيار هنا بتقول انه أنا عاوزك تقول لي الطيار كان ماشي ازاي توضح لي الطيار كان ماشي ازاي في الدايرة الطيار كان ماشي ازاي بقى جماعة هنا كان قادي ال-L وقادي ال-N اللمباط كانت سكتها مين عن طريق المفتاح لما شغل المفتاح اللمباط تشتغل البريز او البريزة اللي كانت عندي ليها علاقة بالمفتاح لا يا مستر دي كانت جايبة خط الوحدة فكده دي اسمها دائرة سير الطيار ودي كأننا مسكنا الدائرة التنفيذية من ال-L وال-N وفردناها تمام؟ كأننا مسكنا طرف ال-L وال-N وفردنا ال-A الدايرة بتاعتي التنفيذية تمام كده؟ يعني ده كده يعني بنتمنى بس ان انت تبقى عارف تشتغل الدوائر دي بعد كده بندخل على جزء مهم اللي هو الخاص في الباب التاني الخاص به دوائر التوحيد وتوحيد الطائر المتردد لطائر مستمر ودي احنا محتاجين نقول كلمتين عنها هترجعنا للصف الاول المادة الاساسيات الكهربية واستخدام الموحدات الموحدات كنا بنستخدمها في ايه؟ كنا بنستخدم الموحدات في عمل أنطار التوحيد أنطار التوحيد دي كانت فايدتها ان هي بتعمل على توحيد شكل الموجة الجيبية وتحويل الطائر المتردد الى طائر مستمر تمام؟ كانت بتعمل ايه دايرة التوحيد؟ كانت مكونة من موحدين او موحد واحد او اربع موحدات حسب نوع الدائرة سواء نص موجة او موجة كاملة وده اللي هنشوفه دايرة التوحيد كانت بتشتغل على ايه؟ توحيد شكل الموجة الجيبية وتحويل الطائر المتردد الى مستمر وده اللي موجود في الشواحن شواحن اللاب شاحن التليفون الترانسات بتاعت الراوتر اي اي حاجة بتشتغل طائر مستمر وبنستخدم لها محول او دايرة شاحن او ترانس ياخد من البريزة طائر متردد متين وعشرين يدي ستة فولت اتناشر فولت سبعة تسعة فولت على قد قيمة الجهاز او بما يتناسب مع الجهاز نفسه تمام؟ دا كده يعني نبزة مختصرة عن دوائر التوحيد اللي احنا هنشوفها في رسمنا دلوقت تعالوا مع بعض نشوف اول سؤال بيقول لي ارسم دائرة توحيد نصف موجة واكتب الهدف منها ارسم دائرة توحيد نصف موجة واكتب الهدف منها تمام؟ تعالوا نشوفها كده دائرة التوحيد اول حاجة دائرة التوحيد دي يا جماعة مش مكونة دائرة التوحيد مش مكونة من الموحدات بس لا دائرة التوحيد مكونة من محول وموحدات وكمان مكسفات او دائرة تنعيم تعالوا نشوف مع بعض ادي منبع الطيار المتردد خرجنا منه على محول الجهد تمام وحطينا موحد واحد في سكة الحمل حطينا موحد في سكة الحمل وجبنا ادي الفردة التانية وده بقى عندي الموجب والسالب فردتين الموجب والسالب هنا وحطينا في سكتهم في سكة الحمل ايه دائرة تنعيم دائرة التنعيم مكونة من مكسفين مكسفين وملف دائرة التنعيم مكونة من مكسفين وملف تمام طيب دي كده كتنص موجب تعالوا مع بعض نشوف الموجب الكاملة الموجب الكاملة عندي برضو نفس الفكرة منبع الطيار المتردد اللي هيوحده ويوصل على محول تمام المحول ده يخش على أنطرة والأنطرة ناخد بالنا ان ترتيب الموحدات ليه ترتيب معين بحيث مرور الطيار والانحيازات والكلام ده طيب هنا بعمل ايه حطيت الموحدات بتاعتي على الانطرة او شكلت الانطرة سواء انطرة جهزة او انا مشكلها على بردة وبعدين اديتها طرفين الجهد عندي الموجب والسالب من المحول وبعدين خدتهم وروحت على مين على الحمل تمام كده خدتهم وروحت على الحمل وفي سكة الحمل قلنا بنلاقي ايه برافو عليكم في سكة الحمل قلنا بنلاقي دائرة التنعيم ودائرة التنعيم هنا بمكونة من مكسف وملف دائرة التنعيم مكونة من مكسفين وملف المكسفين بيبقوا متصلين توازي والملف توالي معهم وبكده نكون قدرنا نلم جزء كبير من مراجعتنا كلمنا عن المفاتيح ودوائر الانارة واتكلمنا عن اجهزة القياس وطرق توصيلها وكمان اتكلمنا عن جزء من دوائر التوحيد ويتكمل ان شاء الله بحلقة تانية وتمنياتنا ليكم بالتوفيق ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة